السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازالك يا جماعة عاملين يا رب يكونوا بخير احسن ناس واحسن اخوات على كوكب اليوتيوب في البداية كده بس بحب رب ارحب الناس اللي لسه دخلة جديد جميلة الحلوة اخواتي على راسي من فوق اهلا وسهلا بكم في قناتكم ومع اسرتكم الكبيرة والجديدة وحب ارحب الناس اللي معانا من البداية اهلا وسهلا لقناتكم انتو يعني اعمدة القناة دي وحب اشكركوا على التعليقات الحلوة وعلى اللايقات الجميلة اللي انتو بتعملوها طيب النهاردة هنبدأ بس في حاجة كده بسيطة كده سلسلة من سلاسل ما وراء الطبيعة يعني ايه ما وراء الطبيعة يعني الحاجات الطبيعية اللي احنا نقدر نستغلها في جسمنا او نقدر نستغلها على بشرتنا او على شعرنا ونقدر نستفد منها باقصى درجة وخلي بالك بدون مواد كيموية زي ما اتفقنا انا ما بحبش الكيميكال او ما بحبش الكيميا حطها على وشي او استخدمها لاضرار كتير جدا انا لا غنى عنها بس انا عايز اسألك سؤال انت ما تعبتيش من مستحضرات التجميل والفلوس اللي انت بتدفعيها في الارض ما تعبتيش اللي انت تعود تجري ورا كريم يعودش للجلد تفتكر اللي هو مثلا بيفتح ولا هو بيفتح ولا نيلا ما تعبتيش ان انت تعود تدواري على كريم للشعر يطور الشعر ويغز الشعر ولا ينبت الشعر ما تعبتيش ما ولو كان ده كويس او الكلام ده كان حقيقي كان احمد ادم طلع له شعر في راسه ولا الممثلين ما بنش عليهم القبر وبقت شابة في عز عشرين كل الكلام ده او انت خليكي في الطبيعة واسألي نفسك سؤال هو زمان قبل لما شركات المستحضرات التجميل دي تكون موجودة كانوا بيستخدموا ايه هو ده اللي انا هبدأ معاكو في السلسلة النهاردة طيب اه مبدئيا كده النهاردة هنعمل مصك المصك ده عشان اول حاجة يفتح لي البشرة يفتح لي يقديلي على الاماكن الدكنة اللي في وشي يقديلي على الهالات السودة ويشيل التجعيد اربع حاجات هيعمله طيب انا هبدأ بايه اول حاجة هبدأ بيها عندي ده ده رز مطحون جبت الرز كده هوت بتاعنا الحلو الجميل الرز المصري اللي مفيش منه في العالم جبته وطحنته هاخد منه معلقتين وبسرعة كده هوت وإحنا بنتكلم هنقود ايه فوائد الرز دوت أو هناخد ايه منه معلقتين هرميين كده طيب ايه فوائد الرز دوت اول حاجة الرز ده مفيد جدا لانه بيعالج جفاف البشرة تاني حاجة بيحارب لك حب الشباب لو اي حد عنده حب شباب ولا اي حاجة بيحاربه بيخلاش موجود اصلا حب الشباب طيب تاني حاجة لو احنا عندنا تجعيد في الوجه ولا اي حاجة بيقديرك عليها بيقوّد دورة دموية في الوجه عشان خاطر تبدأ مادة الكولاجين تبدأ تفرز بعد كده بيفتح لك البشرة طيب يبقى ده احنا كده اهم حاجة في الرز تمام كده طيب بعد كده هناخد معانا اللي هو جل الصبار شايفين ده جل الصبار اهو اهو تمام هناخد منه رشتين جميلة كده اهو ده رشتين كده من اي من جل اي من جل الصبار كده طيب بعد اما اخد ايه جل الصبار شايفين الليمون عايز وشي يقديله فيتامين سي طيب لاما استخدم نص ليمونة جميلة كده او استخدم نص برطقانة طيب باعتبارا ان احنا ما فيش داخلين خلاص يعني على الشتاء ما فيش اصلا موسم برطقان دلوقتي فهنستخدم ايه نص ليمونة لو في برطقان ما فيش مشكلة يبقى ايه احنا نستخدم نص ليمونة اهو تمام اهو شي فيتامين فانا هتديله ايه هتديله فيتامين سي تمام كده اهو وهبدأ اقلب المكونات بتاعتي تمام كده اهو اقلبهم كده عشان خاطر اللي جاي مهم طيب بعد كده انا عندي هنا ميت الخيار انا جبت خيارة جميلة عشان تديني تراوة كده وتديني ترتيب على الوش جبت خيارة وبشرطها وبعد كده تحنتها في الخلاط وايه حطيت مها حبت مية كده صغيرين وهبدأ اخد من الكوباية دي على مقدار ما انا هستخدم عشان ايه مش عايزه ايه يفق منه لانا كل الكلام ده هتشوفه كريم دلوقتي تمام اهو اهو هبدأ اخد ايه منه كده اهو على اساس ايه يبقى معايا عامل زي الكريمة محتاج تاني هحط مش محتاج مش هحط انت هنا اللي معاك ايه المعيار اهو تمام انت اللي معاك المعيار طيب هحط تاني معلقة اهو تمام طيب بعد كده هروح على اهم حاجة بقى اهم حاجة ايه هي هروح هاخد الكوركم ده كوركم انا هاخد منه حبة بسيطة جدا من الكوركم اهو حوالي مثلا ايه معلقة ونفضل برضو نقلب المكونات بتاعتنا خلي بالك اهم حاجة اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا ديت طريقة لاستخدامها انا هستخدمها ازاي هنا اقدر استخدمها ازاي ايه هو ده مربط الفرز بتاعنا انا اقدر استخدمها ازاي طيب في حاجة كمان في حاجة كمان هنا الحاجة اللي انا يعني اللي احنا هنحطها دي اختيارية ايه هي فيتامين اه او فيتامين اي تمام دي الكابسولا دي هتلاقيها عندي اه اللي هو تاع مستحضرات تجميل تمام اهو و ايه هفضل اقلب على فكرة تلعي كلها برا تمام تلعي كلها برا اهو ممكن كمان لو انا حبيت احط كولاجين ممكن احط صمتي واحد بس كولاجين يقدر يديلي ايه تراوة على خد ماشي ويقدر يديلي فيتامين على خد عشان يحفز عشان يحفز ايه مادة الكولاجين اللي في الجسم تمام اهو افضل وصفة تقدري تستخدميها لو انا حبيت احط عسل مفيش مشكلة لو انت حبيت تحط على الوصفة دي عسل مفيش مشكلة كده معاك افضل ماسك تقدري تستخدميه طيب احنا هنستخدم الماسك ده ازاي اهو احنا هنستخدم الماسك ده ازاي اول حاجة هنجيب الفرشة بتاعتنا الجميلة كده ونحطها على وشنا ونسيبها لمدة ربع ساعة الكلام ده يوميا لمدة سبوع انت بقى شوف الحلاوة بتاعت وشك شوف البياض اللي هيطلع من وشك شوفي التجعيد اللي هتختفي حطيه عند الهالات السودة ده يعني مصق من الطبيعة وخلي بالك من حاجة اني يعني الطبيعة مش سحر احنا ما بنعملش سحر يعني مش من اول استخدام انت هتشوفي واو لا ده انت مثلا يعني من ثلاث مرة من رابع مرة لان عمر الحاجات الطبيعية تمحوا اثار سنين في ثواني او في يوم لا محتاجة وقت محتاجة مثلا يوم يومين تلاتة اسبوع اسبوعين جربي الوصفة دي اه ودعيلي وان شاء الله هتجيب معاك نتيجة وانا واصفك اللي هي هتجيب معاك نتيجة وشكرا واتمنى اللي انتو تحطوا عجاب بالفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة